أما فيما يتعلق بالإرهاب فقد أكد جلالته أن الإرهاب ما زال الخطر الأكبر الذي يواجه المنطقة بأكملها مضيفا أن الأردن سيواصل الدفاع عن الصورة السمحة والمشرقة للإسلام ضد محاولة تشويهها باتت العصابات الإرهابية وخاصة الخوارج منها تهدد دول عديدة من دول المنطقة والعالم مما جعل مواجهة هذا التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة ولكنها بالأساس معركتنا نحن المسلمين ضد من يسعون لاختطاف مجتمعاتنا وأجالنا نحو التعصبي والتكفير شكرا